لم يكن ينقص اللبنانيين إلا أن يضاف إلى مجموعة أزماتهم المتراكمة رفع أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 66% وذلك عقب أزمة محروقات حادة في البلاد منذ أشهر في خطوة تأتي في إطار مسار رفع الدعم تدريجيا عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصر في لبنان الأزمة تتفاقمت الشهر الحالي مع أعلان مصر في لبنان نيته فتاعتمادات لشراء المحروقات بالدولار بسعر السوق السوداء الذي يصل إلى 20 ألف ليرة للدولار الواحد ما أثر هلا عن ناس الذين تهافتوا على محطات الوقود خشية ارتفاع الأسعار بشكل هائل قرار مصر في لبنان أثار جدلا واسعا بين السياسيين إذ أعلنت السلطات عن تسوية تقضي باستيراد المحروقات بسعر 8000 ليرة للدولار الواحد وهي المرة الثانية التي تعدل فيها السلطات اللبنانية سعر استيراد المحروقات حيث بدأت في وقت سابق بتمويل استيراد المحروقات بنحو 4000 ليرة للدولار الواحد وذلك بدلا من السعر الرسمي البالغ 1507 دولارات أزمة المحروقات انعكست على مختلف القطاعات في البلاد من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية فضلا عن الكهرباء والمياه بينما لم تعود المولدات الخاصة قادرة على تأمين الوقود اللازم لتشغيلها وبهذا فإن هناك ثمة أجماعا واسعا في لبنان على أن الأحزاب السياسية التقليدية تتحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي بفعل ممارساتها القائمة منذ عقود على الهدر والفساد والمحاصصة وسوء الإدارة وسياسات النهب التي أوصلت البلاد إلى الإفلاس ودفعت المجتمع الدولي إلى وقف الدعم النقدي عن البلاد وأطلاق سلسلة عقوبات وإجراءات تقييدية بحق مسؤولين لبنانيين وعلى ما يبدو فإن المحروقات ستلحق بجملة الكثير من المواد التي رفع البنك المركزي الدعم عنها ربطا بأسباب كثيرة أبرزها التهريب إلى سوريا والذي تقف وراءه ميليشيات حزب الله نظرا لسيطرتها على المعابر الحدودية إضافة إلى مرفأ بيروت ومطار رفيق الحرير الدولي والمرافق الأساسية كلها